اشتركوا في القناة فسوى تقرب من نفسها الموظفين عندها أبل يطلعون تسريبات قلط علشان يطيحون تسريبات ثانية كذا خلاص تطلع تسريبات أبل ما تسوي نفس الشيء تشوف الشيء ستبعت أبل تقول اوه من نزل ذي الشيء حين هذي المواصفات خلي نغير الكلام من تطلع تسريبات ثانية و تقول شيء ثاني فهذا الشيء اللي بيصير وهذا الشيء اللي صاير الآن لكن نكمل لازم نقول لأشياء اللي أبل جرت تشتغل عليه هو الأشياء اللي أبل ماسكه براءة اختراع عندها يعني في المستقبل ممكن تسويها يمكن ما تسويها والأشياء الثاني اللي يعني أبل ما تقدر توقفها خاصة الأشياء اللي جالسة تشتغل عليها أبل والشركات ثانية تشتغل معاها أو جالسة تصنعها في مصنعها في الصين هذي الشيء خلاص يعني أبل ما تقدرين انت تتوقفين Yeonpontو ما راح تحكمين بكل شيء في الصين منظفينгля ما راح تتحكرينه في المكان يطلعون يروحون يتكلمون في هذا الشيء كبداية سنتكلم معاكم عن منتجات Apple أربع منتجات سنتكلم عن لابتوبات هذا ما راح يكون فوكس على الآيفون أو شيء فيديو عن الآيفون في المستقبل راح نخصص الأشياء نتكلم عن لابتوبات ساعة Apple جاية سنتكلم عن لايباد سنتكلم عن الآيفون هذا الأشياء سنتكلم عنها نبدأ معاكم على اللابتوبات في تسيروات جديدة نابل Touch Bar اللي موجود عندها فوق اللي راح يكون فيه Force Touch نفس اللي موجود في الساعة أبل اللي موجود في الآيفون ستري توتشلتها وحطت هالأشياء دي لكن بتحطي صفتير مثلا المهم النم خيارات في Touch Bar راح تقدر تضغط عليه وتطلع لك خيارات ثانية هذا الشيء حلو في Touch Bar توقع أبل في المستقبل بأنها حولت على معالجات الخاصة فيها معالجات أبل فرح تلعب في جيزان كثير ورح Touch Bar توقع رح يكبر في المستقبل بعد سنتين ثلاث سنوات بتسوي أشياء كثيرة في الجهاز لكن هذه البداية برضو بما نتكلم عن المعالج المعالج القادم نقول لك أبل M2 رح يقفز إلى 12 نواة الآن اللي عندنا 80 نواة فالمستقبل 12 نواة توقع أبل هذا أول صفحة سوتها في الأمون لم ترح نشوف شو تسوي أبل في المستقبل شيء حلو للأيديتر للصانعين الأفلام أو المخرج اللي يسوم فيديوهات نفسية في الخناة وبرضو بذا كنت نتكلم عن الماك ففي أخبار تقول لك السن القادمة أبل رح تغير شكل الماكبوك برو فهل الماكبوك برو 16 أو الماكبوك برو 13 ما ندري لكن 100% إذا موش السنة الجاي السنة اللي بعدها أبل رح تغير تصميم اللابتوبات خلاص طلعت من انتل خصوصاً أن السنة الغادمة في بعض الأخبار تقول لك في أجهزة رح تنزل بمعالجين معالجات أبل معالجات انتل فأبل ما رح تغير أتوقع إذا كان الخبر هذا صحيح ما رح تغير التصميم حقها كائلين تكنسل معالجات انتل 100% مع أن أبل تقول لك ما رح ينزل يمكن هذه السنة هذي بس سنة القادمة ما في معالجات انتل لكن أخبار لازم أقول لها لكم مش لازم صح أو غلط لكن خبر طلع ولازم أقوله طيب انت تقول لكم برضو لساعة أبل أبل ووتش 7 في أخبار تقول لكم أن أبل ووتش 7 رح يتغير شكلها خلاص يعني أبل ووتش 1 2 3 نفس الشكل أبل ووتش 4 5 6 إلى الآن نفس الشكل طبعا هنا بس زاد الحجم نحفته شوي لكن كبر حجم الشاشة وكل شيء قيره تسميم يعتبر فالآن أبل ووتش 7 السنة القادمة رح يتغير شكلها كيف رح تكون ما ندري في أشخاص كثار يبون الشكل أن يكون دائري أنا ما أتمنى ذلك لكن إذا أبل صوتها ما نقدر نقول شيء خلاص لكن هو الشكل الدائري حلو كشكل في الإيد لكن كاستخدام ما رح يكون حلو تخيل أنه عندك تلفزيون دائري كيف رح تشوف الأطراف وكل شيء تخيل أنه جاك إيميل والساعة عندك دائرية ما رح تقرأ لث النصف أكثر شيء اللي فوق رح يكون مقطوع بالشكل الدائر ما رح تقدر تقرأه فأنت تخيلها وتشوف معاي لكن أقدر أقول لكم أن أبل وصل عندها برات اختراع للساعة دائرية هل أبل رح تسويها ما أدري هل أبل إذا سوتها رح تجبر برمجين اللي يبرمجون في الساعة ويكون الخط حقهم ما يبدأ بالطول نفس الجوالات يكون بالشكل الدائر لازم تكتب الكلام كده مدري لكن في برات اختراع من زمان عند أبل لحق ساعة شكل دائري هل رح تسويها ما ندري الدزيان الغادم كيف رح يكون ينتظر على شهر تسعة يمكن نشوف طيب ننتظر لكم للآيباد الآيباد اللي الكل ينتظر آيباد برو اللي أبله الآن في الآيباد برو لكن الآيباد برو الجديدة الآن هذا الشي القوى اللي رح تسوي فيه أبل أول حاجة لازم تسوي شي قوي لازم تبعد الآيباد آير من الآيباد برو شاشة جديدة الآن يقول لك في شهر ثلاثة رح تنزل شاشة الميني ليد تكلمت عنه في فيديوهات كثيرة شمعنات الميني ليد شاهل التغنيات اللي رح تحط فيها تكلمت عن الزمان في الغناء تقدر تروح تشوفها لكن هناك خبار ثاني تقول لك أن على نهاية السنة رح تنزل آيبادات آيباد برو 100% آيباد برو أو الآيباد يعرف تخلي آيباد برو بداية السنة مني ليد أو بتنزل آيباد برو بداية السنة مني ليد ونهاية السنة مني ليد مدري لكن خبار قوي يعني تقول لك أن أبل عندها بداية السنة مني ليد نهاية السنة مني ليد تحب تعرف أكتر تقدر تتبحث في جوجل أو في اليوتيوب وتشوف الفديهات ويعلمونك شنه التغنيات شن الفرق بين الولود والمينيليد والأشياء ذي كله طيب العبادة الغادم برضو في شهر ثلاثة راح يكون فيه الـ A14X الـ A14 ممتاز بقوة لموجد الهان تخيل انه راح يكون A14X توقع راح ينافس الـ M1 لحق اللابتوبات معنى اللي شابل ما تخلي الـ Pro فيه M1 الـ Air دزل فيه ورد تقدر علي تحطي الـ M1 هنا لكن نشوف الـ A14X في شهر ثلاثة القادم ونشوف كيف مقارنتها فيه ناس كثير راح يجيبون الـ Geekbench وكل شيء يقرنونا بالـ M1 راح نشوف بالـ A14 اللي في الـ iPhone صعب انك تغارنا الـ X هناك في الـ iPad راح يطشر 10 صفر لحق الـ iPad Air والـ iPhone لكن نشوف قدام شو يكون طبعا لا تتوقع انك راح تحتاجه الـ A14X إلا إذا كنت تشتغل على أخراج شيء قوي وأنا توقع ان قبل تنتظر الـ A14X ينزل على شامعة ثلاثة شهور راح يكون المؤتمر لحق المطورين لحق الـ iOS 15 يمكن تتكلم تقول لك احنا وصلنا لحق الـ iPad Pro نقدر نخلي برامج الـ Mac نزلنا على الـ iPad بأن احنا برامج الـ iPad و الإيفون نزلنا على الماك فالـ A14X ستوقع راح يوصل لمرحلة تقدير تشغل فيه بالراحة يمكن ننتظر ونشوف كن قبل تنتظر ذلك الشيء برضه في أخبار ثانية يقول لك storage مثل موجودة عندنا حين من 128 لون تيره حلو لكن يقول لك ان الرام راح يكون 8 جيجا قبل إذا وصلت إلى هذه الدرجة وصلت إلى 8 جيجا فخلاص الفينالكات ينزل يعني حين الماك بالأمون عليه 8 جيجا تستخدمه الفينالكات فيه 8 جيجا في الـ iPad راح يكون 100% كالـ 16 في الماك يعني ننتظر نشوف 8 رام شلي بتسوي فيه قبل قبل ما راح تحطي الرام عبث كده العبارات الغديمة 2018 كان فيها 4 رام مشغالة زي الحلاوة الوان تيره فيه 6 بس لحق تمائز لحق الـ storage لكن 2020 حطت فيه 6 رام مش بس 6 رام كله لأن اللايدار والكاميرات الزيادة فيحتاج الـ 6 رام لحق الشقل والـ AR والأشياء هذا السبب طيب الآن أبريد أن نقصي 8 رام شبكتني بالجهاز يحتاج 8 رام اللايدار والرودية محتوطة على 6 رام الميني ليد راح تاقي يحتاج الرزولوج راح يكون أعلى فيه برامج قوية راح تنزل فيه شي في الهردوية راح يكون أقوى نشوف قدام الكاميرات نفس الكاميرات يقول لك طبعا التحسينات لحق الـ iPhone 12 في نفس الكاميرات 12 ميجابيكسل والـ Ultra Wide Apple Mask على 10 ميجابيكسل في الآيباد مالبنين جبتها الكاميرا يعني حطهم هذا الـ iPhone 12 ميجابيكسل السبع ميجابيكسل هي الكاميرا الأمامية وأنا اعتبر هذا الشيء محبط بالنسبة إذا كانت تصير باطل نفس الشيء لأنه خلاص الكاميرا الأمامية خليها 12 ميجابيكسل نفس كاميرا الأيفون على الأغل أني قدر ما أدري يمكن أن أسوي لكم يعني لو تحطون كاميرا الأمامية مثل الآيفون في الآيباد أقدر أصور فيه القناة الآيفون كذا مرة صورت فيه بالكاميرا الأمامية فيديوهات هنا فأقدر أصور فيه ننتظر نشوف القدام يقولون لك برضو لابل بنسل 2nd generation أنا أتمنيت إنه 3rd generation لابل خلاص الجيل الثالث لازم ينزل لابل بنسل الجديد تشوف قدام ما يسوون الماجيك كيبورد الحنزل الجديد هذا الماجيك كيبورد اللي عندنا إلى الآن اللي فيه التركباد اللي هو هذا ممتاز ما فيه شيء لكن فيه أشياء ناقصة في التركباد أزرار اللي فوق مش موجودة اختصارات ليش ما تحطون التش بار فيه فوق حلو يمكن يكون لكن ما راح تكمل راح تخلي ساعة ما هو ما بلا وتسوين حركة بتنزلين للجيل الثاني لحق الماجيك كيبورد حطه فيه ميزات أشياء فوق إضاءة ما إضاءة لكن لا تلعبين بالحركة الغبية إذا ما راح تغيرين الحجم الجهاز 12.9 و 11 معاني أتمنى راح يتغير لكن إذا ما غيرتي وشي محبط بالنسبة لي لا تغيرين الدوت اللي في الخلف بليز الدوت اللي موجودة النقاط اللي في الخلف نفس اللي هنا يكونون علشان لو أشتري الجديدار نقدر أحطه على هذا إن شاء الله ما تغير طيب ننتقلكم الآن لحق الايفون القادم بداية الايفون القادم بداية الايفون القادم المعالج القادم الـ A15 اللي راح يكون يقول لك قبله الآن في الـ A15 راح تركز كثير على البطارية الشيء القوي اللي سويته قبل في الـ A13 الايفون 11 شيء قوي في البطارية فالآن إذا رجعت قبله على الـ A15 في البطارية فهاشياء قوية راح تسويها ما تحطت الـ A15 ويكون يعني الشيء قوي إنه ما راح يستهلك بطارية إلا راح تنزل 120 هيرتز راح تسوي أشياء قبل ليش ما نزلت 120 هيرتز الآن صح ما وصلوا في الـ A15 لكن في سبب من الأسباب إن الـ 5G نزلت في الايفون الجديد هذا لو تحط 5G مع الـ 120 كم راح يجيسمع لك الجهاز فأتوقع أن أبل المعالج القادم من الـ A15 راح يكون مبني لحقد الأشياء بالقوة دينه ما يستهلك بطارية وهذا الشيء اللي أبل تنتظر عشان تحط الـ 120 هيرتز تردد الشاشة لأشخاص اللي يحتاجونها يعني فيه أشخاص يجوا يسألوني هل نحتاجة 120 هيرتز أنا أدري أنت اللي تحتاجها أنا عندي موجود في الايباد لكن هل أحتاجها في الايباد؟ إلى الآن لا أنا بالنسبة لي ما ألعب ما أبيني 120 هيرتز ما أسوي الشوتينج والأشياء لا أهلا بالنسبة لي فهذا المعالج فيه أشياء ثانية اللي موت عنها أبل برضو إنه فيه إمبروف في الكاميرات لكن أبل في الكاميرات القادمة راح تكون إمبروف الألترا وايد الكاميرا الواسعة جدا اللي أنا كل مرة أسوي ريفيولوكم في الغناه حق الكاميرات أبل كلها أقول إن هذه الكاميرا إلى الآن مش كويسة في إضعان من خفضة ففيه أخبار إن أبل راح تسوي لها مبروف نشوف اللي بتسوي فيها أبل قدام وفيه تحسين لحق الأوتوفوكاس فيه أشياء كثيرة في اللينز برضو تحسين ففيه قفزة عن الايفون 12 في الكاميرات القادمة فيه أخبار نزلت قبل ستة شهور إن الايفون القادم ممكن يوصل إلى 64 ميجابيكسن لا ليش؟ راح نتكلم عنها قدام شوين وفيه أخبار برضو إن الايفون القادم راح يكون ثماني قاية رام أبل بسرعة ستة تبنوصلين فيها ثمانية هادي الشي اللي بدل عليك إن الايو اس 15 ليش أبل راح توقف الايفون 6 اس؟ توقع الأجهزة الجديدة راح يكون فيه ميزات قوية في الايو اس في الشافة أبل تريد ترفع ثمانية رام يعني فيه ميزات قوية هنا فلازم توقف الأجهزة القديمة ثمانية رام ليش؟ خبر ثاني برضو وان تيرا أبل وان تيرا في الايفون إلى الآن أقل مبيعات ستوريج في الايفون الـ 5012 نحن بتنزيل واي تيرا؟ ليش؟ هل بسبب أن 64 ميجابيكسر راح يوصل؟ يعني تخيل أنك تصور مثلا 4K دقيقتين أو 4 دقائق مثلا الأشياء القوية الجديدة راح تاخد أكثر ممكن تو تيرا يمكن الـ 8K تنزل يمكن ليش الـ 1 تيرا؟ فيه أشياء راح تنزل لأشخاص اللي عندهم الـ 5012 تكفي أو الأشخاص اللي عندهم الـ 5012 باقي مثلا 1 جيجا بعض الأشخاص كده مثلا ما راح تكفيهم الـ 5012 قدام في الايفونات الجاية مع القوة اللي راح تكون فيها في الاعتاد والأشياء فهل الـ IOS 15 راح ياخذ مساحة كبيرة من الجهاز؟ طبعا مش مساحة كبيرة لأن الـ 12K وما تكفيك لكن أتكلمك إنّا الأشخاص اللي كانت تكفيهم الـ 512 خلاص هذا حدهم في الـ 512 يمكن فيه أشخاص مدري يعني يبقى لهم مثلا 5 قيقة 10 قيقة بس في الـ 512 فما راح تكفيهم يمكن الـ 512 في الجهاز الجديد إذا كانوا يصورون بأعلى أداء تخيل إنّك تصور 8K مثلاً لو بينزف الايفون القادم ما في أخبار الآن طبعاً تسيربات ما فيه 8K لكن أتكلم لكم ليش قبل بتحطوا الـ 1T لازم فيه أشياء جديدة يعني مثلاً شخاص يصورون 4 دقائق و 1 قيقة تخيل إنّك بالـ 8K برح تصور 4 دقائق لازم ياخذ منك 2 قيقة فالأشياء هذه الجديدة فقبل رفعك للـ RAM تعديلك الكاميرات هل راح ترفعين ميجابيكسل ولا لا رفعك للـ Storage أو ذاكرة تخزين من 512 لـ 1T الأشياء هذه كلها ويقافك برضو لحق iOS 15 لحق الإيفونات الغديمة ففيه أشياء قوية راح تكون قدام فيه قفزة لازم ننتظر ونشوف جمعوا الأشياء هذه كلها وانتوا فكروا كتب لي تحقيق في التعليقات لماذا أبل راح تنزل 1T لماذا أبل راح ترفع 8GB RAM في الإيفونات الغادمة مع أن الـ 6GB RAM اللي موجودة الآن أفضل من الجهازة ثانية موجودة في اليوتيوب لحق 12GB RAM لحق الجهاز الاندرويد فالـ 6GB ممتاز وسهلس بقوة لكن لماذا أبل راح ترفعه؟ فيه شيء راح ينزل في الجهاز لازم ترفع 8GB عشان يعادل الـ 6GB الموجودة الآن عندنا في الـ iPhone 12 فيه شيء بتسوي أو يكون أفضل منه قليل لكن في شيء فيه عتاد جديد راح يكلمت كثير عن ذلك خلاص المقف فيه أخبار من البطارية للـ iPhone 13 جديدة راح يكون فيها Soft Battery Design راح تكون فيها تحسين برضو حتى في البطارية تحسين في المعالج تحسين في البطارية معالج ما راح يصبح بطارية بطارية قوية برضو أفضل فشيء اللي بتسويه في الجهاز الجديدة؟ مدري كله علشان ما تبي تحطي 120Hz يكون فيه رجوع في البطارية فالأشخاص يقول لك او ما بل 120Hz علشان البطارية توقع أبل تبي تسوي الحركة علشان خلاص وقف مفهوم ان البطارية مش كويسة على 120Hz لحق لاشخاص اللي قدام في المستقبل اللي بفكرون في هذا الشيء بس السرحنا راح يكون موجودة عندنا الشاشة اللي جاية من الاندرويد لديهم دي الشيء يعني 120Hz يجب يسعر بطارية لكن نشوف قدام أبل وبرضو الآيفون القادم يقول لك انه يمكن راح ينزل فيه بصمة الأصبع تحت الشاشة طبعا أبل من زمان ما اخذ بالات فتراء انه بصمة الأصبع تحت الشاشة بعد الأخبار اخرى انه راح تحطها في الابل واتش بس ما نزلت احين هنا تحط بصمة أصبعك على الابل واتش ليش؟ ما ادري لكن نشوف قدام شو تسوي في اخبار يقول لك السنة هذه راح تنزل بصمة الأصبع تحت الشاشة ابل لو بتنزلها ما راح تخلي لك مكان محدد راح تخلي لك مثلا النصف الشاشة من تحت لو بتحطها ابل تأخرتي لعلى السنة الغادمة ان شاء الله إذا ما في كارونا راح تكارونا منها لا نحتاجها الآن كان نزلتي هي لحق الماسكات لكن نشوف قداما وابل لو تنزلها كيف راح تخليها تشتغل مع الفيس اي دي ولا بدون فيس اي دي ابل راح تكنزل فيس اي دي مثلا ما ندري نشوف قداما وفي اخبار برضو جديدة ان ابل راح تقيل الديزاين لحق الانتانا ولاقط الشبكة في نفس الجهاز اللي عندنا الان موجودة تشوف عندكم مخطوط في الايفونات من جميع الجهاز هذه كلها لاقط شبكة ولاقط الواي فاي وشبكة الواي فاي الشبكة والابراج والاشياء ذي في ابل راح تنتقل ديزاين جديد وسانا تكلمونا فيها اخبار انها انتقلت لحق انتل راح تطلع من الانتل بتروح شركة ثانية او بتروح custom برضو خاص فيها بتسوي لها شي خاص فيها هي في الانتانا الجديدة مدري ليش ابل تدقق على الشياء ذي كثير بتشل الخطوط مثلا لان موجودة عندنا في ساعة ابل ابل واتش اللي في الشريحة كلها ما فيها خطوط والانتانا لقيت الشبكة لقيت الشبكة نفسها على الشاشة فقبل هل راح تنحط هذه الشي في الايفونات القادمة يكون لقت الشبكة في نفس الشاشة مدري هل راح يكون لاصق في الشاشة مدري لكن هذه الاخبار كله اللي موجودة فهذا كل شي في المستقبل جميلتكم راح نتخصص راح نفصل الايفون حبى حبا عشان نبدأ لان الاشياء المؤكدة اللي راح تكون الشهر القادم والشهر اللي بعده الاشياء تكون مؤكدة لحق الايباد برو بعد الايباد برو في شهر 4-5 يبدأ التأكيد لحق الايفون والتسييرات طبعا 5 راح نقلل من تسييرات الايفون ننتقل لكم لحق الايوز 15 لان شهر 6 الايوز 15 ننتظر قدام ونشوف معناكم ففي نهاية الفيديو تنسوني اشتراك في الغناة واشتراك في حسابي سناب شات شريفة ضبطكم وعمل لايك للمكتع بنشر المكتع ولا تنسوني من فاضل دعاكم والسلام عليكم